ووصلت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هارس إلى وارسو لمناقشة تتاورات الوضع مع سلطات البولندية تأتي زيارتها وسط اضطراب دبماسي غير متوقع بشان الطائرات المقاتلة كما قال البيت العبياد أن هارس لن تتفاوض بشان الطائرات مع مزيد من التركيز على تشاور مع حلفاء نيتو واخترحت بولندا تسليم طائرات مقاتلة من ترازي مينغ 29 إلى قاعدة جوية أمريكية في ألمانيا ومن ثم نشرها في أوكرانيا لكن البانتاغون رفض الاقتراح واصفا بأنه مشروع عالي المخاطر ولن يغير بشكل كبير من فاعلية القوات الجوية الأمريكية تدير بذكر أن روسيا حذرت من مساء دعم القوات الجوية الأوكرانية قائلة إن موسكو ستنظر إليه على أنه مشارك في الصراع وسيوجه انتقاما محتملا